الله الجزائرية السادسة يلا نلتقي معكم مشاهدين لكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة 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 على نعمة هذا الخير على نعمة هذا الجو الجميل على نعمة هذا البلد الحبيب على نعمة اننا بدأنا نخرج من ذلك الهاجس والتوجس من فيروس كورونا وان شاء الله مازال الخير قادم كما ذكرنا في حلقات سابقة بإذن الله سبحانه وتعالى يلا الله على بركة الله قلت لي موضوع اليوم ان شاء الله نتكلمه على بركة بسم الله البسملة البسملة شوفوا كين بسملة الحوقالة الحمدلله هذه كلها أسماء اختصار لأدعيها فإذا قلنا الحوقالة هي لا حول ولا قوة إلا بالله الحمدل الحمد لله الهل هلا لا إله إلا الله والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم هاي عوبينا على بركة الله شوفوا أنا عارفين بلأي واحد فينا لما يفتح المصحف يشوف بسم الله الرحيم يشوف صورة معينة أكيد ما عدا صورة واحدة لهي صورة التوبة لما فيهاش بسم الله الرحيم شوفوا لو كان نروح نجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نجده يقول لقد أنزلت علي آية ما أنزلت على نبي غير سليمان وغيري آية واحدة ما نزلت على حتى نبي إلا سليمان عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هي بسم الله الرحمن الرحيم ولارنا شافيين مليح على قصة سيدنا سليمان عليه السلام على الهدهد اللي يبعثوا حتى المملكة السبأ باش يروح يشوف هذيك بلقيس ويبعث لها الرسالة وش كان مكتوب فيه غير هو لاح مش شرفة الرسالة شافتها بلقيس فتحت نادت الجند ونادت الحاشي وقالت لهم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه الرسالة موجود فيها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اتفق جميع العلماء على أنها آية من صورة النمل واختلف هل هي آية من كل صورة لكن اتفقوا على أن بسم الله الرحمن الرحيم هي نفتتح بها جميع صور القرآن الكريم ومنها الفاتحة للتبرك هي فاتحة باركة فتقول بسم الله الرحمن الرحيم الواجهة جميل الواجهة بارك الله فيك فيك بارك يبقى شيء واحد صورة التوبة قال العلماء لم تذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأسباب كثيرة من بينها أن الموضوعات المتناولة في صورة التوبة عن القتال تتحدث عن القتال عن غضب الله عن تبرؤه من المنافقين والمشركين وهي تابعة في المعنى للصورة التي قبلها وهي صورة الأنفال ولهذا لم يكن متوازيا أو ملائما أن تذكر الرحمة مع البراءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتوا من المشركين إذن هذا شيء شيء آخر يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا كل أمر ذيبال لا يذكر فيه اسم الله أو لا يذكر فيه الله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم ما معنى كل حاجة ما نقولش فيها بسم الله الرحمن الرحيم رهي ناقصة في الأجر غير مباركة غير مباركة ولهذا على المسلم أن يتدارك حتى في الأكل لما الإنسان يكون مزروب ولا يكون يخمم في حاجة ولا ينسى البسم الله ولا يكون جعاً بزاف فربما يأكل فيتذكر وش يدير يعود يقول بسم الله أوله وآخراه هكذا حتى يطرد الشيطان وحتى ربي نزله البركة في طعام يلا بنا نشوف هذه البسملة وأثرها في حياة الإنسان عموماً هذه البسملة سبحان الله ربي ذكر كلمة بسمي بسمي ثم قال الله ثم الرحمن الرحيم هنا لفظ الجلال لهو الله ولفظ الجمال وهو الرحمن الرحيم التقى لفظ الجلال مع لفظ الجمال وكلاهما مباركون مع أسماء الله وقد استمعنا قبل قليل إلى أسماء الله الحسن المباركة لفظ الله الجلال لماذا سؤال مطروح قال لك في في اللوحي المحفوظة عند الله عز وجل مذكورة بسم الله الرحمن الرحيم وأول كلمة نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله إقرأ بسم ربك إقرأ بسم ربك تعلم بسم ربك تثقف بسم ربك أي بسم خالق هذه الأكوان بسم الذي خلقك يا محمد بسم الذي فطرك إقرأ بسم ربك أيها الإنسان فإنك إذا قرأت ببسم الله وعشت وحييت بسم الله عز وجل سوف يبارك لك في حياتك هذه لقم واحد أمر آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نذكر الله في كل أحوالنا هل نعلم بأن هناك بعض الناس يسمونها بالطاقات سلبية نحن نقول هناك مخلوقات أخرى إذا لم تكن مؤمنة حينما تسمع غير فقط اسم الله تذهب لهذا علمنا نبي صلى الله عليه وسلم إذا لبسنا أثوابنا نقول بسم الله إذا وضعنا أيدينا على الدابة نقول بسم الله إذا فتحت الباب قلت بسم الله إذا أكلت قلت بسم الله إذا شربت إذا نمت في كل أحوالك تذكر اسم الله عز وجل لأن اسم الله بركة تصوري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا فأراد أن يكل فقال له يا غلام سم الله سم الله قل بسم الله وكل بيمينك ومما يليك وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتابع صحبه يرونه حينما يركب على الدابة يقول بسم الله حينما يتحرك حينما ينزل حينما يصعد جبلا يذكر اسم الله في كل أحواله واسم الله هو بركة كيف لا ونحن نعلم بأن حتى الأضحية لا يجوز للإنسان أن يضحية بدون بسملة طبعا إذا كان مسلما فإنه عليه أن يذكرها ولو إذا نسيها والأضحية مقبولة وهذا دليل على عظمة هذا اللقاء سبحان الله سبحانه وتعالى حتى عند الزواج حتى عند العلاقات بين البشر كلها حتى في ليلة العرس اللي راح نزوجه بعد كورونا ورح تفتح لقاعة الحفلات رح الناس حتى يعني لمباركة الذرية ومباركة العلاقة الزوجية قال علمنا نبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر اسم الله تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ويشد الجبهة في كل الأحوال نذكر اسم الله لأن اسم الله يبرك علمنا نبي صلى الله عليه وسلم في كوزينا نتوبا أيضا أستاذ الفادل اسمح لي فقط عندما ندخلوا درجة جديدة إذن نقول بسم الله بشكون عتبة مربوحة جميل شوفي مدام ذكرتي البيت أنا كنت في حديث مع أحد الإخوة ربي يرزقوا بسكن فأول حاجة فكر بها قال لي قبل ما تدخل الزوجة لازم بسم الله يذكر أكيد ادخلنا ذلك البيت وقلت لهم كيفش يمسحوه يعني ينقيوه ينضفوهم لح يقرأوا عليه الأذان نعم الأذان والإقامة والبسمة لا فيها على بركة الله يقرأوا فيه شيء من القرآن خاصة البيت إذا كان خويا نعود نرجع لأخي كوزينة لهو علمنا نبي صلى الله عليه وسلم المرأة ولا الرجل قالنا غطوا الإناء وأوكي أسق ركو تشوفوا كما ركو تشوفوا هنا إذا كان شيء في البيت ما عندوش غطاء معين قال لك علمنا نبي صلى الله عليه وسمحوا للمصورين أن نضع عليه ولو قلم تقدر تحط قلم عليه هكذا وتقرأ عليه تقول بسم الله وتضعه والله العلماء الآن اكتشفوا أشياء غريبة جدا في ذكر اسم الله على أمور كثيرة المتعلقة ببركة ذكري اسم الله عزوجل على أي شيء قالنا غطوا الإناء وأوكي أسق واذكروا اسم الله علمنا أننا إذا دخلنا إلى بيوتنا حنا ندخلوا كامل وتيليف وما زالا يعاني داخل الدار صح أو لا صح حتى نقول السلام عليكم نعم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركة شوفي يعني سبحان الله لو كان ندروا دراسة على كل اسم من أسماء الله المباركة سوف نجد أن هذه الأسماء لها تأثير عجيب في حياة الإنسان حتى في الرقية هناك أسماء معينة حتى في الدعاء مثلا واحد يدعى ربي بشر بيفتح عليه يذكر اسم الله لكن لما يخير الرزاق واللطيف ويخير الفتاح اسم الله نعم كل اسم عنده تأثير على دعاء معين حتى في الغضب إذا دعوت على شيء تقول يا جبار يا منتقم لاحظي كل اسم له تأثير على على نفس الموضوع الذي يتناول الإنسان فطبعا ماذا أقول في نهاية الحلقة تفضل ذكر اسم الله عز وجل هو بركة هو حياة لنا هو انشراح لبقية اليوم الإنسان كي نوضي يقول باسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإله النشور إن شاء حسد ضرور هكذا في جميع حياته اذكر اسم الله في كل حالك لكن في حالة كتابتك لكثير من الأمور والمدونات وكذا إذا ذكرت اسم الله فعليك أن ألا ترمي ذلك الشيء مكتوب عليه اسم الله وأنا أوجه رسالة لجميع شبابنا وجميع التجار الناس لم يبيعوا كثير من جارة إدينا مكتوب عليها باسم الله إلا ما شيء مذكور فيها باسم الله الرحيم مذكور فيها إن شاء الله نربحهم في حتى الجاردة رياضة أو لا تلقى اسم الله تلقى اسم الله فينبغي اللايوهان ينبغي أن يرفع وهي لغة عربية مشرفة لغة القرآن الكريم وأيضا على المسلم أن يعلم بأن هذه البسملة هي افتتاح الخيرات لجميع الأمور وربي يبارك فيها بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا من بين الأمور التي طبعا نخبر بها إخوانا وأخواتنا من أفضل أنواع الرقية ذكر اسم الله إلاك الإنسان مليني ينود صباح تلعشية ما يذكر اسم الله ما يصبح ربي ما يستغفر ما يستغفر ما يدير حتى شيء كيف تكون عنده باركة وبعد ذلك يقول لك ما نيش مليحة ذكر اسم الله يا جماعة ما ينستنى وحتى الغرب يبحث ويدير دراسات دقيقة حول حول الديانات عموم وخير من بينها أنك لما تكون عندك علاقة روحية وجدانية مع الخالق كيف تؤثر عليك ما نستنى وحتى نقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك والله تعالى هو الذي قال وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين نحن لا نتعالى على الله ولنا تعالى على الخلق وإنما ذكر اسم الله عز وجل هو بركة وهو إيمان وهو صلاح هناك واحد لفتة لطيفة ذكرها العلماء وهي جميلة جدا في مسألة البسملة قالوا إن لفظ البسملة يوثي للإنسان في داخله يشعر بأنني أنا لما قلت بسم الله يعني ماشي بشطارتي ماشي قفاستي ماشي بدراهمي ماشي بصحتي يعني لو كان ماشي اسم الله وكان ماشي انتا يا ربي لحنين يا ربي لعزيز يا ربي الكريم يو كان ماشي انتا ما قدر نديرواله واش تخلي الإنسان تخلي الإنسان متواضع وأنا عارفين الشاب بتاعنا اللي راح يجي بعد قليل علمنا الرياضة كيف سرح تكون مليح في الرياضة لما تبدأ قل بسم الله ما تقولش فالباطة هذي من اللي ضربتها واللي تمسكي لي وراني مليح ما تقولش بأنني أنا من كثرة سبورل صح مليح ما تبقى هوش بالعضالات دائما قل بسم الله لو لا اسم الله لما أعطانا الكمال والجمال والصحة والعافية والبركة والعلم والرزق وكل شيء هو دائما يكون ببسم الله تبارك وتعالى اسم الله الأعظم اسم الله المبارك بإذن الله حتى وهو يسبح يقول بسم الله حينما يريد أن يتوضع ألسنا نقول في وضعنا بسم الله في تيممنا في صلاتنا حتى أنه عندما نرقل أنفسنا نرقل في الماء أو في الكثير أنا أقول بدأوا بكلمة بسم الله البسمانة الدليل على عظمة هذا اللفت جميل وهي تؤثر في الماء درس العلماء ومن طولش علي دروا دراسة القوة بأن الماء الماء لما تقرأ عليه القرآن الكريم يرتعد سبحان الله ما نشنقولها أنا من عندي قالها الله عز وجل في حق الجبال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان الله دروا دراسة في أمريكا باختصار على الماء الذي يرقى بالقرآن الكريم وجدوا أنه سبحان الله يرتعد يرتعد هكذا يتأثر بالقرآن كيف لا وربنا يقول في سورة الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا يعطيك الصحة الأستاذ كمال توتي على كل هذه المعلومات القيمة التي قدمتنا يسبح اليوم من خلال برنامى صباح الخير يا جزائي إن شاء الله الموعدة تجدد يا رب غدا بحول الله إن شاء الله إن شاء الرحمن شكرا لك أستاذ كمال توتي يلا مشاهدين من الأستاذ كمال توتي إلى فقرة أحوال تقص مع الزميل كريم مرزوق لنستقبله الآن مباشرة تفضل كريم مبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية مبيليس أينما كنتم أصعد الله صباحكم مشاهدين الكرام خلال هذه الصباحة سحب سفلة كثيفة على المناطق الساحلية الوسطى والغربية لكن ستزول إن شاء الله فساحة الأجواء مشمسة والصح ولكن على الواجهة الشرقية هنا سحب ستنتشر على السواحل لكن أكثر كثفة على المرتفعات الداخلية والهضاب احتمال لسقوط بعض السخات تحت وقع الرعود سحب رعدية كذلك خلال أواخر النهال عن مرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الغربية لكن ضمنها طيارات شرقية شمالية شرقية رياح ستشتد تصل غير 50 كم في الساعة على كل من سواحل الوسطى وكذلك الغربية لكن بالجنوب أجواء مغشات عموما على مناطق الجنوب الغربي ومناطق الجنوب الشرقي لكن السحب أكثر كثفة من أقص الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتاسيلي وصولا إلى الصحراء الوسطى وكذلك شمال الصحراء ومنطقة الوحاد هنا احتمال لسقوط أمطار أحيانا معتبرة خلال أواخر النهار تحت وقرعود على منطقة الوحاد حتى الرياح ستشتد تصل غير 50 كم في الساعة وهذا على شمال الصحراء منطقة الوحاد ومناطق الجنوب الشرقي إلى غير أقصى الجنوب حتى على منطقتين الأهجار والتاسيلي مثيرة لزوابع رملية سجلنا تقص بارد خلال هذه الصباحة خاصة على منطقة الأوراس 10 درجات فقط على الصطيف 11 درجة على باتنة 16 درجة هنا بالعاصمة كذلك تزيوزو البويرة 16 درجة على وهران 20 درجة على كونمين بشار كذلك غردية 22 درجة على تمنرسة وجانت 21 درجة كالمي قياس على الصحراء الوسطى أما خلال الظاهرة إن شاء الله درجات الحارة القسوة تبقى فصلية على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية لكن تنخفض على منطقة الأوراس إلى غاية 22 درجة كذلك مقياس على باتنة ترتفع إلى غاية 34 درجة وهذا على الشلف عند دفلة معسكر وغليزان حتى على تلمسان نفس المقياس وهذا على بشار استولى 20 درجة على تمنرسة وجانت إلى 40 درجة على أقصى الجنوب لترتفع إلى غاية 45 درجة على صحراء الوسطى البحر خلال نهر اليوم إن شاء الله يبقى قليل اتراب تقريبا على طول الشريط الساحلي رياح ضعيفة على وجهها الشرقية لن تتعدل 20 كم في الساعة بينما ضمن طيارات شرقية شمالية شرقية معتدلة على كل من السواحل الغربية والوسطى تصل غاية 40 كم في الساعة أحوال طقس خلال يوم الغد إن شاء الله وهذا إلى غاية يوم الأحد بداية الأسبوع إن شاء الله مرورا بيوم السبت نهاية الأسبوع نفس الوضع الجوية أجواء مشمسة على السواحل لكن صحوبة رعدية على المرتفعات والهذاب تقريبا نفس الوضع الجوية على شمال الصحراء منطقة الصورة كذلك أقصى الجنوب ومنطقة الأهقار والتاسيلي وكذلك مناطق الجنوب الغربي تطايل لريمال كذلك طيلة الفترة هذه الفترة إن شاء الله وهذا على الصحراء الوسطى ندخل جنوب الشرقي درجة الحرارة ترتفع خاصة يوم الجمعة على المرتفعات الداخل الغربية لكن تنخفض إن شاء الله خلال يوم السبت والأحد ولن تتعدى 30 درجة بينما ترتفع لغة 44 درجة كالميقياس وهذا على الصحراء الوسطى وقت غروب الشمس اللي نهى اليوم إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام السابعة و12 دقيقة ولأكثر تفاصيل عنوين مسلحة الأرصاد الجزائرية في الخدمة شكرا على المتابعة يومكم وفق في أمان الله ترجمة نانسي قنقر كانت هذه فقرة أحوال الطقس مع زميل كريم مرزو ونذكركم دايما نورنا متوجدين من مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرنش نتمنى نكون جود زوروا هذا المكان الجميل والهادئ بحول الله تعالى خاصة ونحن في موسم الاستياف يلا مشاهدين نستقبل وإياكم فاطمة خلاف من خلال فقرة السلامة المرود يالنقول صباح الخير فاطمة مرحبا بك معنا نورتينا في هذه الصباحة تفضل الميكروفون كيف الحال فاطمة صباح الخير لكل المشاهدين الأعزاء في هذا الصباح الجميل وخاصة يعني في هذا المكان حقيقة يعني أساندك جميل جدا وهادئ ونتمنى أنه كل مواطن جزائري سواء داخل الوطن أو خارج الوطن يجي زور هذا المكان إن شاء الله وش يبعت لك هذا المكان وش يبعت لك والله الهدوء الراحة النفسية تحسي جمال الطبيعة يعني جمال زرقة الماء زرقة الماء وزرقة السماء يعني شيء جميل وجميل جدا أكيد من هذا المنبر ندعو كل المشاهدين يجووا في هذا المكان والله استمتعو بعض المنطقة سياحية الجميلة أكيد الجزائري الأولوات شمال إفريقيا أليس كذلك شكرا لك فاطمة فاطمة موضوعنا اليوم هو في غاية الأهمية وحول الإحصائيات الأخيرة لصائفة 2020 وخاصة مشكل الإزدحام المروري في هذه الفترة حقيقة يعني نحن نعرف أنه عدنا هذه المشكلة طيلة السنة يعني مشكل الإزدحام المروري والنقاط السوداء بالنسبة للاكتظاظ خاصة بالنسبة للمدن الكبرى المدن الكبرى يعني هي اللي تعاني من هذه المشكلة لكن في موسم الاستياف يعني تزداد الحدة نظرا لتوافد الكبير توافد الكبير للغالبية العظمى من المواطنين على بعض المناطق منها المناطق الساحلية المناطق اللي فيها أماكن التنزه وقضاء الراحة يعني كل هذه الأماكن وهذه المدن وهذه المناطق تجهد اكتظاظ رهيب خاصة خلال هذا الموسم أصبح مشكل هاجز يؤرق المواطنين يؤرق المواطنين والدولة على حد سواء على حد سواء لأنه إيجاد الحلول لهذه المشكل يقع على عاتق يعني الفئتين سواء بالنسبة للهيئات كيفاش تنظم حركة المرور وحركة السير وتوفر مناطق خاصة ركن السيارات خلال هذه الفترة لتعتبر كذلك حقيقة مؤلمة بالنسبة للمواطن تأرقوين يركن سيارته إذا كان رح يروح المنطقة السياحية لشاطئ البحر اكتظار يعني الاكتظار في المرائب الاكتظار عبر محاور الطرق الرئيسية هذا يشكل حقيقة المشكل بالنسبة للهيئات اللي تنظم حركة المرور وحركة السير وكيفية تنظيم هذا الموسم بالنسبة لحركة الطرقات ومشكل بالنسبة للمواطن اللي من جهته كذلك لازم يساهم لأنه تصرفات بعض المواطنين الركن العشوائي للسيارات لعدم احترام قوانين وقوانين وقوانين سير هذا كذلك خلق نوع من الفوضى عبر الطرق ونوع من الازدحام وبالتالي شكل كذلك ضغط كبير على الطرقات أكيد وعي المواطن والتحلي بروح المسئولية هو السبيل الأمثل الحدل منها كذا وكذلك التسامح والصبر التسامح حتى صفة التسامح بالنسبة للمواطنين يعني واحد ما يسمح من حقه في الطريق وهذا اللي يخلق نوع من الفوضى يخلق نوع من عشوائية عبر الطرق هذا يفوت هذا يغلب هذا حتى مسافة الأمان اللي في كتير من الأحيان اللي يتم احترامها وبالتالي يخلق نوع من الفوضى ويزيد من حدة الازدحام ويعقد ويصعب من مهام مصالح الأمن لتحاول يعني بكل الطرق أنها في كثير من الحالات يعني تحسن السير عبر الطرق وتحاول تخلي نوع من السيولة عبر حركة الطرقات يلا فاطمة نروحوا للغة الأرقال نروحوا الإحصائيات الأخيرة بالنسبة لي على المستوى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق لدينا إحصائية شهر جويلة لأنه أوت ما زال ملحقناش من كيلة الطرفين يعني من مصالح الأمن ومصالح غير مضبوطة بالفعل لم يتم ضبطها على المستوى الوطني يعني على نجمع إحصائيات الدارق الوطني وإحصائيات الأمن الوطني لكن جويلة في حد ذاته يعني إحصائيات رهيبة يا أمينة عندنا 254 قتيل في شهر واحد اللي هو شهر جويلة على مستوى الحضاري والريفي وعندنا 2332 جارح في شهر واحد وتمتسجيل 1703 حادث مرور يعني نتخيله أنه تقريبا 300 وفات في شهر واحد هذا رقم رهيب عندنا 8 وفايات في اليوم بالنسبة لشهر واحد هذا رقم رهيب يعني والله اللي تسجلوا وباء كورونا إحنا تقشعر أبدنا أن كلما نسنوا حصيلة هذا الوباء اللي يراه للأسف الشديد كذلك يخلف 8 وفايات 9 وفايات في اليوم حوادث المرور تخلف يوميا نفس الإحصائيات أليمة أليمة نفس الإحصائيات نتخيله أنه شهر جويلية تقريبا 300 عائلة كان عندها حداد كان عندها يعني على الأقل وفاة واحدة كين نصور أنه كثير من الوفايات بالنسبة لشهر جويلية كانوا بالنسبة يعني 2 وفايات 3 وفايات للأسف شديد في العائلة الواحدة لأن الحوادث اللي صارت في هذا الشهر عندها ميزة خاصة تقريبا كل الحوادث كانوا فيها عائلات يعني تلقى ضحايا أطفال صغار فردين أو أكثر من عائلة واحدة هذا شيء رهيب كين راضي عمره سنتان كان ضحية من الضحايا يعني كنا نتسبب بوباء كورونا فما بالك بحوادث المرخي والله شيء رهيب بالنسبة لإحصائيات حوادث المرخي الموسم الاستياف هي تعتبر من الفتارات الأكثر دموية عبر الطرق للأسف الشديد الأكثر إيلاما بالنسبة للمجتمع الجزائري لأنه يخسر عائلات بأكملها في بعض الحالات عائلات بأكملها تروح ضحية لهذه الحوادث كين عائلة كانت رحة تصطاف القالع في القل كانت رحة تصطاف وتقريبا ثلث أفراد من العائلة توفوا في شهر جويليا في حادث مرور والخمسة بالفار رحمهم الله وأربعة أفراد لا يزال يرقدون في المستشفى إلى حد الآن إلى حد الساعة يعني نظن أنه بالنسبة لهذه الظاهرة أمينة إرهاب طرقات أصبح يحسب الملجين إرهاب طرقات ليحسب نتحمله جزء من مسؤوليته كأفراد كأفراد كسائقين كمستعملي طريق والله ينتحمله جزء من مسؤوليته لأنه التهور في السياقة وعدم وعين المواد خاصة خاصة خلال هذه الفترة وكأنه التحرر الموسم يعني اللي يخلي الناس تتقيد من كل شيء حتى من قواعد من انضباط بقواعد وقوانين المورور شاهدناها بكثرة شاهدناها خاصة إذا تحدثنا بلغة الأرقام كذلك بالنسبة للمتورطين خلال هذا الموسم هم الفئة من 18-24 سنة تورطوا بكثرة في حوادث المورور خلال الموسم الاستياب شباب جلهم جلهم شباب للأسف الشديد سائقي الدراجات النارية كذلك كانوا ضحايا كثر ومتورطين بنسبة كبيرة في هذا الحوادث خلال الموسم الاستياب الفترات الزمانية التي شهدت تسجيل أكبر عدد من الحوادث هي ابتداء من السادسة مساء يعني وين ربما الناس تبدأ تروح تتسابق في العودة إلى المنزل العودة إلى أماكن اللي راهم متوجدين فيها اللي راهم ربما يقضوا عطلتهم الصيفية فيها وبالتالي التزاحم عبر الطرق محاولة الوصول قبل أنه هناك نحن نعلم أنه كثير من المدن الساحلية عندها وقف يعني الحجر الصحي على الحادي عشر مسائل وبالتالي الوقت المحدود هذا زاد خلق نوع من الضغط على المواطنين وقتشي دخله بكري وقتشي دي على المواطن والعادة الهائل من المصطافين والمواطنين اللي يقضوا عطلتهم عبر الشواطئ وعبر أماكن الراحة كل هذه العوامل خلقت نوع من الضغط نوع من التسابق عبر الطرق ولاوعي فئة من المواطنين زاد في هذه الحصيلة الثقيلة أكيد فاطمة مخلاف باختصار بالنسبة للتدابير المتخذة من قبلكم باختصار فقط في هذه الفترة نحن كهيئة كهيئة يعني المهامها الرئيسية بالنسبة لحوادث المرور خاصة في هذه التوعية والتحسيس والله يبدلنا كل ما بوزعنا سواء كهيئة مندوبية وطنية للأمن في الطرق أو بمشاركة مع جميع وسائل الإعلام خاصة جمعية أيضان لما نشوف التلفزيون جزائري يعني هناك عدة وماضات وفواصل يتم بثها سواء عبر المحطات التلفزيونية أو الإذاعة الوطنية أو الخاصة فواصل عديدة يتم بثها عبر الإذاعة الوطنية حتى الحصص يعني حاول نكثره الحصص والإعلام من أجل التقرب من المواطن وتوعيته وتحسيسه نزلنا إلى الشواطئ يعني إلى أماكن راحة إلى الشواطئ وتم توزيع كل ما يمكن توزيعه من دعائم توعوية وتحسيسية خاصة على فئة الشباب ومستعملي ومصطافين ومستعملي الطريق بالصفة عامة التوعية والتحسيس يعني موجود بمساعدة المجتمع المدني من جمعية حتى الجمعية الغير مختصة في حوادث المرور والطرقات حاولنا تجنيدها من أجل التوعية والتحسيس حول هذه النقطة لكن ننتظر مساهمة المواطن ننتظر الوعي ننتظر الحس بالمسؤولية والشعور بالمسؤولية من طرف مستعملي الطريق والمواطنين من أجل الحصول على نتائج أفضل إن شاء الله أكيد يبقى وعينا يحمينا هكذا بالفعل بالنسبة لكل الظواهر السلبية في المجتمع كل الظواهر السلبية الاعتماد على مساهمة المواطن وعلى معي المواطن بالدرجة الأولى هو طوق الناجات أكيد شكرا لك فاطمة خلا فارح تطورك معنا في هذه التصبحة من خلال برنمى صباح الخير جزائري همكم موفق إن شاء الله موفق للجميع إن شاء الله شكرا لك منه الصحة والسلامة للجميع شكرا لك يلا مشاهدين العقل السليم في الجسم السليم نروح معكم مشاهدنا إلى فقرة حركات رياضية مع الزميل إبراهيم صباح الخير إبراهيم صباح الخير زميلتي صباح الخير أعزائي المشاهدين مرحبا بكم معنا في العدد جديد تالي يوم تفضل إبراهيم اليوم وشنة الحركات اللي رح تقوم بها في صباح اليوم من خلال برنمى صباح الخير يا جزائري رح تكون حركات رياضية إحمائية كما هو الفناء وممطن فيها حركات لتخصيص لدهون الجسم ولتنشيط الجسم ينسير بشكل رياض للحركات الصباحية نحتاج حركات اللي تقوي للقلب والدورة الدموية باش نمشطو باش نبدأوا نهارنا إن شاء الله بنا بحيوية إن شاء الله إبراهيم كما يقولوا تحركوا ترزقوا وفي الحركة بركة نبدأ بكلمة بسم الله كما قالها الأستاذ كامل تواتي أليس كذلك هذه هي آخر ما أول خير خير ما نبدأ به أي حاجة هي بسم الله الرحمن الرحيم يلا تفضل مشكور مرحبا بكم أعزائي المشاهدين معنا اليوم في اللارو بريكتا اليوم كما كل عدد عنا حركة رياضية ونسيوا نجيبوا جديد إن شاء الله باش ما محنا نخرجوا من الروتين باش نحفزوكم تاني باش تكامل كل صباح نودون دير الرياضة ونبدأوا نهارنا بحيوية العدد اللي فات درنا حركات نتذكرهم اليوم خفيف يعني سريعا الحركة اللولى ف اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة فيها ما تقتلش ولكن جنوب أضرار برج باجي مختار العقرب تقتل إذن الناس اللي راهم في الشمال كي تضربوا العقرب كي تضربوا العقرب وما يصرى لوالو هو يقدر ما يموجش على كل حال احنا أي اللي دغان قولوا له تدير المصل ولكن يقدر ما يموجش هو كي مارس هذه العادات الشلط يقول لك باللي راني وليت عندي تجريبة ونسلك الناس من العقرب هنالي ريتصرى الإشكالية وهذا الدور محط باستور والدور يعني المديرة الوقاية في ظهر تصحاب بتوعية المواطنين ونعطلهم ثقافة العقرب دكتور الفادل ربما التسمم العقرب يمس أكثر المناطق الحر اللي يكثر فيها الحر مناطق الجنوبية أليس كذلك كيف يتم تصرف مثل هكذا مواقف في هكذا مناطق أيضا يتكثر فيها الأساعات هي مشير بالضبط الجنوب لكن معروفين نعم العقرب القاتل وين يبدأ احنا نعرفه وين متواجد هذا النوع أوندروكتونيس أستراليس هذا أكثر الأنواع يعني شراسة هو يبدأ من جنوب المدية يبدأ من بوق الزول هاد الشاريط شهبونية روح يحتل القصر الشلالة عين الصفراء ومن الجهة الشرقية روح يلجي هتبابار شاشر منها يبدأ ينتاشر ويحبط حتى الأقصى الجنوب يعني مام هاد المناطق الهضاب العليا فيها العقرب القاتل نعم هاد يقولها مناطق برتوقالية كما بتيارة المدية مناطق برتوقالية وعليش لقش جنوبها عفوا أو يسجل حالة لاساعة أما أقصى الجنوب كما ورقلا المنيعة غرداية مثلا الواد هذه عدوها بؤر حمراء هذه كل مناطق تحتها يعني في هذا العقرب القاتل تمراصة أضرار غرداية مثلا بسكرة بسكرة بكل المناطق نحي برق منطقة أوماش هو نفس العقرب المتوجد في هذه المناطق جميل جدا دكتور ريال فاضل بالنسبة للمواطن الجزائي هل هو على قدر كافي من المسؤولية من خطورة هذا التسرع العقربي هكتشوف أنه رأيه واعي رأيه واعي بروح المسؤولية ويتخذ بعض الإجراءات الوقائية من طرفه أو من قبله من أجل التحدي من أجل كما يقولوا بش ما يتفادي هذا الانتشار لهذه الساعات سؤال جيد هذا أنا شوفي في تجربتي خلال عشر سنوات أو خمسة سنة في الميدان لاحظ يعني حاجة أن المواطن الجزائري بتسعين بالمئة أو خمسة وتعين بالمئة يجهل العقرب سخصي أي واحد في الجزائر قوله وش حال تولد العقرب ما يعرفش يقول لك تولد مياه تقول تسعى وتسعين وتخليه واحد يجعل مقاربات دينية ومقاربات عقائدية مع العقرب لقد يخافوا كي يخافوا يرجعوا حاجة أسطورية ما يعرفش عليه معلومة يقول لك أن يعيش معه ولكن يجهل بزاف أشياء بزاف أشياء يقول لك يأكل النعبات هو من أكلة اللحوم صحيح نعم هو من أكلة اللحوم يقول لك هو حشرة هو حيوان يقول لك يشوف مليح هو ما يشوفش مليح يعني إحنا هنا رأوا دورنا باش نعلموه هذا العقرب لو كان مثلا أنا ذو كنجيب عشر عقرب ونحطها هنا ما يرح تطير ما يرح تجري موراك يعني نقدره بسهولة بواسطة ما لاقت هني جبتهم هنا هاولك السلاح الواحد ضد العقرب هذا الملقط 25 سنتيم نعم مع ظوايا هكذا تمشي بالأشياء البانفساجية بالأشياء البانفساجية نقدره بسهولة بهذه الأجهزة نحكمه العقرب بكل سهولة مثلا عندي هنا لا تسمحي لي عقرب نعم عقرب ميت باش المواطن يفهم هاولك نقدره مثلا هاولك باش نعرفو هذا النوع الخاطير الحلقة الرابعة نلقاوها مكعبة الشكل إذن الأصفر والله الأسود هو نفس العقرب المواطن الجزائري يقول لك هذا خاطر على هذا اللون ما عندوش علاقة عنديك مثال الكلب الأسود ولا الكلب الأبيض فيزوج يعضو هم يقول لك شكون أكثر خطورة فيزوج فيزوج نفس شي هذا نفس العائلته هذا برك هذا ينتشر في منطق الجنوب الغربي نعم في بوعلام البيض وهذا ينتشر في أغلب مناطق الوطن هو نفسه نفسه وكنتشوفي الحلقة الرابعة تلقيها مكعبة الشكل إذن نفسه نقدره بسهولة بهذا الملقط تحت 25 سنتيم وهذا الضوايا اللي وريتها لكم وعلاش لأنها تمشي بالأشعة البنفساجية وكي تشعلها في الليل الساعة السادسة مساء المنتصف في الليل تكون ظلمة العقرب الغيشات ويعكس الأشعة البنفساجية تحكميها بسهولة تحكميها كا بكل سهولة نديره في إينا ونتخلصوا منه منطقة الديس في بوسعادة الآل ثمك الناس هو أحدهم يدروا هذا الجمع يعني شيء موش شيء معقد والله شيء بسيط شيء بسيط بسيط حنا نعلمون نعطوهم تكوين بسيط ويقوموا به واشنلزم الملقط يكون يفوت 25 سنتيم وعلاش باش كي تحكمي العقرب لاختشوه ما يفوت 12 سنتيم باش ما يقرسكش يعني تكون دائماً يدتعك يدتعك وليس في قفازات لا 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 ما ديش قفازات يستعملوا فقط ما ديش قفازات وعلاش باشي لا يعني صراح حادث لقدر الله ما يقعد لكش لا سق في القفازات جميل جداً يعني وما صرحش يعني حوادث يعني كثيرة وعندنا بعض الملساقات هادو اللي نعطوهم توزعتوا بعض المطويات من خلال قيامكم بحملة تحسية نعم حادر محمول نعم هذي باش نوع ولا يعني بلغة بسيطة نعم وعندنا هذي هي أيضاً منساقة أخرى هذي نعطوهم في المدارس هذي في حالة لسعة عقرب تجنبوا نعم وش لازم نديرو هذي وش تكلمتي قبيل انتيا ماء جافال غاز البوطان هكير هكير عندك معلومات تتسلموا من حقها ربي ماننازمش نمصوا ماننازمش نديرو الشلط ولا نديرو الحزام الرابط نظافة المحيط تربية حيوانات أليفة والتوجه الأقرب مركز صحي ممكن هذول في أقرب وقت في أقرب وقت ما تفوتيش ساعتين تلت ساعات إلا فتي ساعتين تلت ساعات راح كما نقول إحنا يتزيدي يعني من تعقيدات تعقيدات وتقدر الإنسان يتخل حتى الانعاش كان يقعدوا أسبوع لقدش الحالة الأول نعم كومة لقدش الحالة الأولى ديري مصل ست ساعات راحي للمنزل نعم أما الحالة الثانية والثالثة قد يتقعد حتى الأسبوع وخاصة الأطفال أكثر الفئات عرضة لهذا التسامل هذه الظاهرة الخاطرة يلا دكتوري فاضل في الأخير ما عسك أن تقول في هذه الصباحة المباركة إن شاء الله تمناه الصحة والسلامة للجميع وش نقولون كل المواطنين بشي يكونوا وعيين ويلتزموا بشروط المواطنين وش نقولون نقولون يعني يشوف حتاجت جائحة كوفيد هذه محت باستور يعني ونحيز كل الزمالة يعني في الطاقم الطبي كده كنت عملوا كلكم على قدم متوقفناش والله متوقفن على إنتاج المصل والمصر هم متواجد والحمد لله بأيدي جزائرية وكما نقولون عندنا نصف وارفير في هذا الميدان نقولوا المواطن نحن رأنا مجندين بش نحموك ونمسؤولين عليك أنا مسؤولين عليك أمام الله وأمام الوطن أنت عاوننا برك بحاجة توجه الأقرب وعي تقرب الأقرب مركز صحي ممكن وحظة أنا في خدمتك هذا وش نقول لهم يدك صحة دكتور الفاضل من خلال حضرك معنا في السباح وكل المعلومات التي قدمت لنا في هذه الصباح إن شاء الله نتلقى في فرصة إن شاء الله جدو مسرور بكم إن شاء الله شكرا لك سيدي الفاضل شكرا يلا مشاهدين يلا من ضيف الصباح إلى روبرتاج روبرتاج خاص بأمراض النباتات المنزلية الإنسان هو كائن حي ونباتات أيضا هي كائنات حية وتقدر أيضا تصاب بأمراض ما هي هذه الأمراض في هذا الروبرتاج من توقيع محمد قيس تتعرض النباتات المنزلية إلى عدة أمراض نتيجة الرطوبة أو الفطريات خاصة مع التحول الطبيعي فمع خروج فصل الشتاء إلى الشهر الأول من بداية فصل الربيع هذا التحول في درجات الحرارة وأشعة الشمس أو نقص في التهوية هي الأسباب المباشرة المؤثرة في نمو النباتات المنزلية كائن أمراض معينة تقص النباتات المنزلية نقدر نذكر منها الكوشني هي عبارة عن نوع من الحشارات سأبها غيبان على شكل غبرة بيضاء سيتون فودغة بلانش عندنا لافو ماجين هي سيتون مالادي كريبتوغاميك يعني من طرف فطريات كائن أمراض وحد أخرين كائن أمراض نقدر نذكر بيناتهم لزالوغد نحن جنر هد الأمراض هدوما وقتش يبانوا في النبتة كي تكون رطوبة عالية في المنزل نحن نشوفوا المرض اللي هدرنا عليها اللي يقدروا يتسبب في الحشرات وهو الكوشني كيمارا كوشني هدو المرض هدو يبان على شكل غبرة بيضاء بودغة بلانش اللي تبدأ من قلب النبتة كيمارا ويباننا هنا هدو المرض على شكل مبودغ بلانش لنك هدو المرض هدو يتسبب فيه الحشرات وهو يبدأ من قلب النبتة يعني لو كان ما نعالجوهاش لو كان ما تتعالج في وقت قياسي تقدر النبتة كامل تموت ماذا تتعالج ماذا تحقيق هدو يبحث ماذا تتعالج شعور ك尖 فرد وشحام شعور ترجمة نانسي قنقر 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 يعني كيني هي طرق تعال عيلاج وطرق بقائية نقول كاملة ربيع البيت بيش�يروهم أحسن طريقة تعال ربيع البيت هي قطن مع ألكول قطن مكوحول وتمسح به كامل النباتة تحتها في حين دهور هذه الأمراض إذا شفت المرض مع رش تمك تولي العيلاج باستعمال المبيدات شكرا 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 هذا الشهر ممكن إحنا ما ننتبهوش ممكن إحنا ما تعلمناش أو ما قالوناش على هاد الحاجة من قبل هاد الحاجة اللي هي أنه في الكون دائما كين تغيرس طاقية واحنا أيضا نحن نوجه الطاقة كين دائماً طاقة في الكون ونحن نوجهوها بدون عي منا أو سبتمبر معروف أنه فيه بدايات كثيرة بزاف ناس تديد يكون جي شهر قوت معروف أنه نهايات بزاف ناس تكون ترتاح فيه بزاف ناس توجد فيه رحاء للبداية إذن مع شهر سبتمبر كل الناس تبحث عن انطلاقة دخول اجتماعي دخول للمدرسي دخول الجامعي دخول الناس للعمل كل شيء يبدأ من جديد شهر الجد شهر الجد والا وهذا الانيرجي تأثر بطريقة أو بأخرى كل ما احنا ركزنا هذا الطاقة وركزنا طاقتنا وانتباهنا وعرفنا أنه رانا في بداية وعرفنا أنه راهي طاقة كبيرة لو كانوا نركزوا على هدفنا رح يتحقق أسرع من أي وقت لأنه هذا الطاقة رحي عالية جدا مع طاقة أنه كل الناس رحي متوجهة نحو أهدافها قولي لي سافية أيضا شهر سبتمبر هو أيضا شهر يرحوا المغتربين من الجزائر يرحوا إلى ديان الغربة أيضا في هذا الشهر صح نفتقدوهم بداية لهم لكن خليني أقول أنه ما بقاش الإفتقاد كما كان في السابق ما بقاش أنه نشتاقوا بزاف للعائلة كما كان علش الآن خلاص الانترنت صارت تعمل على أساس الشخصة ومعها كل يوم تكلمي معاه كل يوم تشوفه ومع هذا الممكن الشي اللي راني نجوزه عليه الآن يعني تعودنا على أنه كي الناس بعد علينا تعودنا على أنه نتواصلوا معهم فقط بالإنرجي بالطاقة يعني المشاعر مهما كنت في أي مكان كنت رح تستشعريها كنت في الجزائر وشخص آخر في أمريكا المشاعر تلحق لأنها عبارة عن طاقة مش إشي ملموس ينتقل عبر الإنترنت ينتقل حتى عبر الأثير اللي نسميها الأثير ينتقل حتى بمكالمة إليفونية فقط رح تستشعري حاجات يكون يستشعر بها الشخص خلاص ما بقيتش فيه أنه شخص رح يغيب ما رح نزيد نشوفه ذو كنشوفهم قولي ليسا فيا أيلول تكلم عنه هذا الشهر الكثير من الشعراء والكتاب منهم إليا أبو ماضي منهم أيضا تغنت به فيروز أيضا أيضا نزال القباني نثر الخريف من خلال إليا أبو ماضي نثر الخريف وعلى الثرى أورقه وتناثرت كتناثر العبارات ليسا كذلك كان مصدر إلهام الكثير من الشعراء والكتاب وحتى المطريبين لأنه قلت لك لأنه الناس ممكن سواء بواعي أو بيدواعي مش من تبهى القوة هذا الشي القوة للبداية ممكن بزاف ناس رح يحسين أنه السماء رح يمختلفة في الليل بارح للقمر والسماء كيفاش كانت يعني رحيم تبقى تخزري فيها فقط تبقى تشوفي في السماء رح تحسي أنه في إشي في تشافي داخلي لأنه في هذا الشهر لما تكون طاقة بهذه الطريقة يحدث تشافي في الجسم إحنا ما ننتبهه لوش لأنه رح يحدث في الداخل لكن شوي شوي نبدأ نشوف باللي آه تغيرت معايا بزاف ضاير الناس حتى في جسمهم يبدأ يحدث تغير أنا جني زوكا مخفيف بزاف ناس كما أنا مش معناها هذا الشي مرض لكن بسبب التغييرات الكونية والمناخية صحي التغييرات الكونية شوفوا صباح جشميسة ومبعد طل هكذا ومبعد شوية غيام وفي نفس الوقت طرح حالة طاقس نعكس على حالة الإنسان حالة الإنسان وفي نفس الوقت علماء الفلك يعني علماء الفلك والطاقة ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ يعني واش قالوا واش خلاوا؟ يلا قالوا أنه هذا الشهر البداية وشهر التجليات رح تكون الناس اللي كانت تنتظر في بزاف أمور أنها تجلى رح بإذن الله هذا الشهر تبدأ التجليات تعال كامل أمور اللي كانت علقاء في حياتنا إذن رسالة لكل الشعب اللي شاهد فينا اليوم أنه بإذن الله كل ما تنتظره رح يبدأ إن شاء الله في التحقق في التحقق لأنه على حساب علماء الفلك قالوا أنه في هذا الشهر بزاف ناس يعني كانوا حطين أهداف حطين نوايا خاصة النية النية إن شاء الله بإذن الله نديروا موضوع من بعد ونتكلموا على قوة النية كي الناس كانوا دايرين نية أنه يحدث تغيير لشي معين ممكن الشخص يزوج ممكن مهما كان تغيير بغض نظر عن اختلافه بغض نظر عن صغير أو كبير رح يبدأ يحدث بإذن الله يكون عنده مشروع خاصة المجاريع يقول لك يستبشروا ببطولة ناجحة إن شاء الله يدخلوا الدخول المدرسي يقول لك إن شاء الله يكون موفق بإذن الله نستولي لديها الغربة يقول لك خلاص موسم الاستياف خلاص طيف إن شاء الله سلشار سبتمبر العودة إلى المدارس إن شاء الله كن واحد في الموضع التاعو ويكون في المكان التاعو هكذا صفية أكيد هي قلت لك دايما نشوفها بادئة خير فاتحة خير فاتحة خير وفي نفس الوقت هذه الفاتحة أو البادئة كان اللي قبلها مختلف جدا عن السابق نعم عن كل ما رأيناه في حياتنا إذن صح هذه البداية قد ما كانت نهايات صعبة بعض الشيء صحي مؤلمة قد ما فقدنا أشخاص قد ما كانت مؤلمة قد ما كان فيها معاناة البداية راح تكون قوية بنفس يعني دائما في قانون كوني كبير أو منبيل قوانين اللي تحكم الكون هي قانون التوازن أكيد يعني بعبارة أو بأخرى أو بصفة أو بأخرى لازم يحدث توازن قد ما كان الألم قد ما راح تكون السعادة والفرح قد ما راح يكون الخير قد ما كان التعب قد ما راح يكون الحصاد صافية قولي لي في سؤال حضراني اللحظة بالنسبة للعطر في عطور مخصصة على مدار السنة كان عطر خاص بالصيف كان في عطر خاص بالشتاء وكان عطر خاص بالشتاء وبداية الخارج كيف يكون العطر سكخي سكخي جنر الموصل قوي نعم حتى العطور تتغير مع بداية كل موسم وبداية كل فصل من فصل السنة أشوفي كل حاجة متعلقة بالحواس مع التغيرات اللي ترى تتغير حتى واش نكونوا نشوفوا حتى واش نشموا حتى واش حتى الأذواق كله يبدأ يتغير من فصل لفصل الله لما خلق الكون يعني ولما عمل هذا الفصول أكيد لي حكمة كبيرة ممكن معنا باليش إلى انتبهنا للموضوع أو لا لكن كل فصل عنده خصوصيات كل فصل عنده صفات كل فصل عنده حاجة تميزه لهيك الريحة على الطبيعة تختلف ريحة على الشجر لما نبدأون نشوف الشارع لو كانوا نكونوا مفعلين الحواس نبدأون ننتبهوا بالرائحة الصيف مش مثل رائحة الخريف لهيك العطور تبدأ تتماشى أو تتكيف حسب الطبيعة كيفاش تكون والعطور احنا كما قولوا نخرجوها من الطبيعة وبالنسبة للتلاميذ ومقبلين على مقربة فقط من الدخول المدرسي يقول لك يشموا راحة الكراطب يشموا راحة المعلمات تحتها انا كنت للمس هاكي كنت في طور المتوسط والثنائيك كيف محدة الريحة؟ انا البرحة دخلت المكتبة ستي الريحة تعالى لاغون تخيس كوليغ عندها راحة خاصة يعني تتفكر ترجعك للذكريات الطفولة اني كنت نشكر طاب ونفرح بي ماضي رائع اكيد الاطفال يكونوا فرحانين مزار في انو انا واحدة من ناس كنت نحب جدا المدرسة اذا كنت ندخلو على ثمانية انا راحة سبعة ونصف في الاخير سافيا وش تقدري تقول لنا؟ نقدر نقول لكم بلي استغلوا هالطاقة استغلوا في انك دائما ترفع طاقتك وتنتبه لأفكارك لانه لما تكون طاقة عالية الافكار تكون موجهة وتكون سريعة تجلي اذا انت افكارك ما كنت تنتبه لها وشي اللي تشعر به وما كنت تنتبه له يعني راح يتجلى اذا حاول هذا اليوم تتخلي افكارك وتركيزك على مشاريعك على انك تكون اكثر سعادة واكثر حب بحياتك نعم ياتك صحة صفيا حسن طهر امينة شكرا امينة شكرا شكرا العفو لا شكرا على وجهب مرحبا بك في كل مرة ان شاء الله كنوا دائما ايجابيين من خلال الركن كن ايجابيين ان شاء الله شكرا لك صفيا يلا مشاهدنا من صفيا حسن طهر الى استراحة غنائية بعد قليل كانت هذه مشاهدين اغلية بلال صغير اقول مهدت لكم في هذه الصباحة من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر من هنا من مركب المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج يلا مشاهدنا بدون اطالة من هذا المكان الجميل والهادي نستقبلوا اياكم ضيفة الصباح وما اروع طلتها في هذه الصباح يلا تفضلي معنا الانسة اميل ايز كما قلت منذ قليل انا ممثلة عن المكتب السياحي لمدينة وهران والمنسقة الاعلامية للمبادرة كانت مشاركين ايضا في قصر التقافة موفدي زكريا بمعرض جد تري عن البلوزة الوهرانية يعني البلوزة الوهرانية منذ البدايات نجم نقول لك عدنا قطعة من 1810 يعني القوماش التاحة يعود اصله الى 1810 وايضا عندنا موديل اللي هو لبساته القيدة حليمة في 1890 يعني هناك العديد من القطعة وانتمنى المشاهدين اللهم يشوفوا فينا انهم يستغلوا الفرصة ويزوروا المعرض اكيد هي الايام الوطنية مشاهدين للباس التقليد الجزائري تحت شعار لباس ثقافتي وذكرتي وانا نزيد لهم وهوية وهوية ايضا اللي هو المنظم من قبل وزارة الثقافة والفنون اللي كان مطلق في شهر اوض وسيمتد الى غاية الاسبوع الاول من شهر سبتمبر الحالي حتينا على المشاركة تاكم بشاركتوا القطع اللي شاركتوا بها الموديرن او العصرية والتقليدية كيفاش كان الانطباع كيفاش كانت المشاركة تاكم شكرا اختي الكريمة نعم انا التحقت بالمجموعة الفريق اللي كان مطل المكتب السياحي لمدينة وهران كانوا منذ الافتتاح حضروا حتى مع السيدة السفراء ومع السيدة الوزيرة والوزير الاول اللي كان حضروا الزيارة الرسمية وكانوا مثلونا احسن تمثيل احنا الهدف تعنا هو الترويج اكتر للبلوزة الوهرانية وايضا لهذا الموروط التقافي الغير مادي لانه لاحظنا مؤخرا انه هناك تعدي نوعا ما وهذا التراتنا بغاو يستلبوه بالدريجة الوهرانية فاحنا بغينا اشتهدنا المكتب السياحي لمدينة وهران مع مجموعة من جمعيات انا ايضا امتل جمعيات صناعة الغد وهران هي جمعية علمية وعدنا العديد من الجمعيات وحتى الفاعلين بالمجتمع المدني ففكرنا في كيفية حماية هذا اللباس التقليدي وايضا الحفاظ على الموروط التقافي فعددنا ملف خاص لهو ملف طلب تصنيف البلوزة الوهرانية باليونيسكو ولما جات وزيرة التقافة والفنون السيدة مليكة بن دودالي وجمعها تحية لما جات في زيارة رسمية الى ولية وهران قبل عيد الاطحى المبارك فسلمنا لها هذا الملف الملف كان عبارة طبعا على بطاقة تقنية بطاقة تقنية فيها كل التاريخ تاعة البلوزة الوهرانية وكل حقب الزمنية عفوا التي مرت بها ايضا كان فيها فيديو قصير اللي هو يبين حرفية اللي هي سامية السيجيلان اللي شاركت فيها وكانت يعني تقوم بخياطة هذه البلوزة وايضا كان فيها طالب رسمي وايضا يعني طالب من المكتب السيحي مدينة وهران وموقع ايضا من طرف الجمعيات ودرنا نشاط اخر مواكبة مع الايام الوطنية لللباس الجزائري التقليدي واحياء طبعا لشهر الترات مع متحف الوطني العمومي بولاية وهران لنجه لها تحية السيدة المديرة بشرة صارحي اللي تحتلنا الابواب ومديرية التقافة ايضا فنضمنا عدة ورشات الورشة الاولى كانت عبارة عن لقاء مع الاعلاميين انا نشطت الورشة الاولى عرفتوهم باللباس تقليدي عرفناهم باللباس تقليدي وايضا حبينا نفعلوا اللي هي التكوين السحفين بالاخص في المجال التقافي والسياحي خاصة المتخصصين في المجال التقافي خاصة المتخصصين يعني عدنا توصيات ورح نرسل الوزارة للمعنية الورشة التانية كانت خاصة بالحرفيين والورشة التالتة كانت خاصة بالاساتيد الجمعيين والباحثين ايضا من اجل تشجيع الشباب والطلباء على دراسة هذه المواضيع جميل جدا تفضلي وقفي معنا باش نشوف البلوزة الوهرانية يلا قولينا فقط على البلوزة الوهرانية مما تكون كيف شعي جاية سبعنا هذه البلوزة عصرية موديرن نعم ستطلل الميكروفون فقط هذه البلوزة طبعا عصرية نجاة تحية للمساممة اللي هي معانا في نادي مياسين اللي قدمتها السيدة بدرة دويس واختها فاطمة دويس وهذا حولي كما هذا يسموه عدنا كرفاش بلحية نعم هذا شوية تقليدي وهذا منقوش تانجود وهذا انتما تقول له خيط الروح هنا تقول له زروح تتلبس ايضا مع الحزمة حزمة لانه على حساب الجئاسو تفضيه مع اللي باس داحة وهذه شوية سامبل يعني مشي شاجر نعم كين ايضا البلوزة المنسوج هكذا هذه البلوزة المنسوج تقليدية لكنها لولاية تلمسان لولاية تلمسان موش الفرق سمحيلي فقط بين بلوزة عوهران وبلوزة بعض المناطق الغربية كما تموشنت مستغانم تلمسان موش الفرق بينها يعني هي البلوزة الوهرانية سميت كذلك نسبة إلى الجهة الغرب الجزائري نعم اللغاني يعني كل جهة الغرب كما تفضلت قلتي معسكر غيليزان تيارت تموشنت وهران لكن تختلف حسب منطقة إلى أخرى حسب التقافة على هذه المنطقة نعم مثلا البلوزة زمان كانت بأكمام طويلة نعم من بعد ولت بدون أكمام تعديلات تعديلات لا زمان نعم كانت تستمد المصممات أو الخياطات زمان من الطبيعة يعني كان قمش خفيف كما هذا فينا ويقدموه باليد يعني رسومات من الطبيعة أزهار أوراق وكانت تاني من حراش في السمك لأنه وهران كما تعرفي منطقة ساحلية بامتياز مطلع على البحر الأبيض المتوسط فكانوا الإنسبيغاسيون يعني الإلهام يكون من الأسماك فداروا بلوزة وراهي في المتحف في قصر التقافة أقولي لي أمل أنا لاحظت شي جميل جدا أنه من خلال مختلف المهرجانات أنه خاصة في وهران البهية من خلال مهرجان ودولين التلم العربي لبسوه العديد من النجمات من الوطن العربي وكان جهم شباب جميل جدا ومن خلال نتعرفوا بالهوية الثقافية والتراثية للمنطقة أليس كذلك؟ صحيح شكونا نفسوه؟ نفسوه العديد من الفنانين منها مثلا شكرا الفنانة السورية المعروفة طبعا غنية عن التعريف وكان بزاف مصممي أزياء كما نذكر اسمهم كما كاريم آكروف كما عديد من الأسماء عديد من الأسماء وأكيد فقط باش ما تروح ليش هادي البلوزة رفقها القرقابو القرقابو تعوهرا صحيح يعني هو أيضا من شغم قاعد تحكير فرقة شعبية فولكلور شعبي أيضا هو من التورات الجزائري جميل جدا وقفوا فقط في هذه النقطة ومستقبلوا وإياك حكذا خيرا مرسلا بليح تلتحق بنا في هذه الصابحة صباح خيرا مرحبا بك معنا الأخصائية النفسانية التانا توحشناك خيرا خليها لي في الميكروفون صباح الخير لكم صباح الخير لجميع المشاهدي لما يشوفينا صباح لباس بقليدي الأصلي البلوزة الوهرانية يعني وعجبني بزاف وشجعتها وقلت لها يعني لازم هاتشي نوقفوا عليه باش ميروح الناش يعني لباس تقليدي نعم وما يستغلوش ناس واحد أخرين وينسبوه ليهم هذا شي جميل يعني مش جحة البسيها مقبول خيرا البسيها بيانشو البسي التقليدي أو العصرية لبسوا العصري والبسي التقليدي يعني هناك يعني حتى يعني نشوفوا بلك الكثير من الناس يغيروا يعني في الموديلات ويأتيوا شابين عصريين عصرية يعني لباس عصري جميل على هذا احنا مدى بنا يعني التورات مايروحش ويقعدوا دايما يعني متمسكين به ويرو بجولوا يعني عبر وسائل الإعلام وعبر يعني حتى يعني كانت كلمت لي أنه قاتلي راح نديره إن شاء الله سيمينار باش يعني ملتقى للباس تقليدي وهذا شي جميل يعني وفرحنا هناك جزيلي ومن هوية تقاليدنا وعدد هوية أكيد وكل ما هو تقليدي تفوح منه رائحة الأسر وجي تحبه والأقديم لا تفرض فيه نعم دكنولي لك أمال فقط نعود ونرحبه بخير مرسلاب وإننا راح تتكلمنا اليوم في موضوع في غاية الأهمية حول الامتحانات الرسمية والتحضير النفسي للتلاميذ المقبلين عليها خاصة يعني في ظل جائحة كورونا أكيد كده تلاميذ عنه من الإكتاءة بوضع نفسية نعم نقول لهم تفضلك شكرا نقول للمشاهدين نقول طلبة لم يشوفينها ولا التلاميذ نقول لهم ما تخافوش هذا الامتحان ما هو إلا امتحان يعني ما راهوش يعني حاجة كبيرة ولا غول ولا حاجة يعني ليتخوفوا ولا نقول لهم حاولوا أنه تحافظوا على الهدوء ديالكم يعني حاولوا أنه تكونوا يعني دخلكم يعني محضرين نفسي لأنه نعرفوا أنه الكثير من التلاميذ كي يدخلوا في الامتحان كاين اللي يكونوا موجدين مليح يعني وما يخدموش آخر لحظة ما يخدموش وكاين اللي ما يوجدوش ربما يعني يكونوا متوطين متوطين ويقدروا يخدموا عادي لماذا؟ لأنه هذه الحالة النفسية تحهم يعني تكون مطاربة يعني كامل الشيرة ويدور على العامل النفسي العامل النفسي جده مهم مهم جدا إذن على هذا حنا نقول الوالدين يرافقوا أبنائهم في هذه الحالة يقعوا على عاتق الأولياء الأولياء والثاني التلميذ يعني في حد ذاته لأنه التلميذ في حد ذاته إذا ما تعاملش مع نفسه يعني وما حاولش أنه يعني يخدم هذا الجانب النفسي كيفاش يخدمه أنه يحافظ على هذه الطاقة الإيجابية وما يخليش هذه المنغصات يعني تنغص عليه وتخلي يعني هذه المعلومات تروح يعني من دماغ وكما نقول حوله يتشتلوا أيضا نقول يما سمعنا أنه كانوا تلميذ مدفوقين صحيح وعدل ممتاز كانوا ممتازين من خلال على مدار السنة لكن من خلال اجتيازهم للشاهدة الباكالوريا رصبوا وكانت الفزعة للأسف وتلقيهم يعني يعودوا في السنوات وتلقي أنه في طالت سنة يخدموا ويجيبوا معدلة تمليحة لكن يوم الامتحان ربما يخافوا يعني ويخفقوا وهذا الشيء اللي مشي مليح لأنه راح يسبب لهم أزمة نفسية احنا نقول لهذه التلاميذ لم يشوفينا نقول الحاجة اللولاء يحضروا نفسهم يعني تحذير جيد يعني مشي معنتها أنه الإنسان ما يقراش كامل ويروح اليوم الامتحان ويقول لك راح يجوني المعلومات مين راح يجوك المعلومات يعني لازم يكون تحذير الجيد يعني تحذير الذهني يا تحذير الذهني وكذلك المراجعة لأنه إذا ما راجعش ما راح يجيب المعلومات هذه الحاجة اللولاء الحاجة الثانية يجب أن يكون هناك تحذير نفسي كيفش يكون تحذير نفسي التحذير نفسي الحاجة اللولاء نمده يعني هو ممارسة التأمل لأنه كاين الكتير ما يعرفوش يديروا يعني تماريلاسترخاء نحن نقول لهم يقدروا يديروا التأمل كيفش يكون هالتأمل هو عملية الصفاء الدهني كي راجع يراجع التلميذ وبعد يحس بنوع من الضغط ولا يعني يحس أنه تعبان يحاول أنه يقعد يشد يعني وقت معين مثلا سبع دقائق عشر دقائق وش قدر يدير هذك التأمل أنه يدير رولاكس يقعد هكذا يجب دلهوة شهير نعم شهير وزفير ثم زفير بالعقل برق الزفير يكون بيهدوء يعني الزفير لأنه إذا خرجتك الزفير هكذا هذك مليح للسترس لسما ما يضغطش على نفسه أكثر ما يضغطش على نفسه بدرجة كهيرة ثم ما يعاود يجدد هذك الطاقة يحس بليك الطاقة يعاود وترجعت له هذك الطاقة الإيجابية يعاود يراجع مش شرط أنه يقرأ يعني بستمرار بستمرار يعني وبضغط كثفة هذك الطاقة مش مليح يعني مليح أنه الإنسان يمد النفسه راحة هذك الراحة جد مهمة لماذا؟ لأنه تساعد على استرجاع المعلومة إذا كان نعم إذا كان الإنسان في حال الضغط ما راحش يقدر يفكر أي إنسان حتى إحنا يعني إذا كنا في حال الضغط يعني ما حش نقدر نفكر لماذا؟ لأنه شبكة العقل راح يعني تنكمش لكن إذا الإنسان يعني يقدر أنه يخلي يروح يعني مرتاح هنا راح يقدر يفكر راح يقدر يسترجع المعلومة راح الذاكرة تعي تكون قوية وحتى يعني التركيز تعي يزيد برك فقط يعني نقولهم معلومة في الأخير فقط لأنه الوقت دهم نعم نقولهم معلومة إذا حبوا يزيدوا التركيز ديالهم يحكموا قلم أصفر ولا يحاولوا أنهم ينولوا في ورقة عادية هنا راح يزيد التركيز ديالهم باش هكي يعاودوا يسترجعوا هذك التركيز ويعاودوا يرجعوا للمراجعة قولي خيرا نقوله نقدرون نقوله من هذا المطلق من جد وجد ومن زرها حسنة بطبيعة الحال يعني نقدرون نقوله برق نقولهم بطبيعة الحال نعم نعم لكن فقط نقولهم قرأوا بجهد قليل يعني بذكاء شكرا شكرا لك خيرا مرسل نروح لأمل سمحي لي كنا مع التلاميذ وضغوطة نفسية اللي تعرضوا لها كلمة آخرات فضلي طبعا الهدف بتاعنا هو ترويج أكتر للبلوزة الوهرانية حتى تصنف فعليا باليونيسكو هذه العملية كبيرة ونحتاجه الإعلاميين ونحتاجه حتى المشاهير حتى المدوينين وأيضا باش نحولوا هذا المنتوج المورود الثقافي إلى منتوج ويشارك في السياحة ويروج للسياحة وأيضا يجلب العملية الصعبة ويجيب مناصب شغل إن شاء الله إن شاء الله دايما نقدم حافظنا لعادتنا وتقاليدنا ولبسنا التقليد الأصل جميلة جدا اليوم شكرا من خلال حضورك في البنانا جاتكم صحة شكرا لكم إلى هنا مشاهدين وأسفة وصلنا وإياكم إلى ختام برنانا صباح الخير لعدد اليوم غدا بحول الله تخدمكم زميلتي حياة سعيدي في تقديم البنانا نجس من على التوفيق أما أنا فسأعود وألقاكم يوم السبت ترجمة نانسي قنقر